من الفنانات المصريات اللي بيعجبوك؟ هل تحبي تعملي معاهم حاجة؟ كتير فنانات كتير وأسماء كبيرة صعب يعني صعب تختصري فنانات وفنانين وفنانين مصر بكم اسم لأنه ما شاء الله مصر ولادة وأسماء عظيمة جدا هل هل ممكن نشوفي قريبا على شاشة رمضان أو في أعمال مصرية؟ إن شاء الله قريبا في عدة نصوص مصرية عم بقراها وبتوقع أنه الفترة القادمة رح يكون لمصر النصيب الأكبر والاستقرار الأكبر هل الأمور هدت عنك في مسألة كلامك عن الشأن الوطني السوري وحوالها حد قل تم اغتيالها تم اختطفها انتهت هذه القصص ولا مازالت في جعبة آخرين؟ ما عندي فكرة عن الآخرين الآخرين مشغولين فينا ونحن مشغولين بالشغل فنحن نشتغل ونركز بشغلنا أنا ما أفكر بهالأشياء صارت بفترة معينة بس لأ تركيزي على الشغل على العيلة وأنا هلأ كمان عم كمل دراسات عليا بالآثار فكمان هذا الموضوع شاغلني أكيد أنت مكملة في الآثار نعم بالنسبالك ممكن يبقى كويس ياريت طبعا أكيد زورتي أماكن أسرية في مصر أكيد طبعا زي ايه أكتر الأماكن اللي بتحب بيها؟ رحت أماكن كتير ورحت الأقصر وأسوان ورحت كتير مصر مصر يعني التاريخ يعني الحضارة يعني الآثار يعني المعجزات والصحف من الممثل المصري اللي ممكن في المرحلة دي تعملي معايا عمل ديو لو حطيت لك مجموعة من الممثلين والليفي كتير كريمة عبدالعزيز أحمد عز أمير قرارة كلهم عظيمين كلهم عظيمين وعم بقدموا نجاحات كبيرة كتير من تشوفي نفسك نقدر نعمل حاجات كويسة مع بعض؟ في كتير بس هو حسب النص حسب السيناريو ما فيني يقول شخص لأن السيناريو هو اللي بيفرض الأسماء وطبعا أسماء كلها عظيمة وناجحة وجميلة جدا والتي لي في البداية بتحب نعيمة عكف طبعا وانتي بنت اللازرقية اللي هي كلها فن وغنو لو تعرض عليك عمل استعراضي تحبي تعمليه؟ أتيت طبعا بصوتك المرة دي؟ بصوتي هلأ أنا عم بتعلم الغناء يعني هلأ أنا سجلت مع حمزة وعلي أولادي سجلت معهم بمعهد موسيقى وعم بتعلم حاليا البيانو وعم بتعلم الصوفيج والغناء خلاص أنا حسيب الأولاق عم بتعلم على لا 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 وحنختم أنا وانتي حاجة حلوة حالة كده نختم بيها تفضلي وأنا حبقى كرال معاك لا أنا اللي حبقى كرال معاك اشتركوا في القناة